اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولذلك انه قدام التروية اللي في العين دي في مشكلة ضخمة جدا اللي بيعاني منها بيعاني معاناة شديدة جدا وهي جفاف العين جفاف العين مشكلة بتدايق كتير قوي بتدايق كتير قوي وتستغرب ان العرض بتاع جفاف العين ان الانسان بيدمع كتير استغرب جدا لما وعدت ليه بيدموع نزلة 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 قدامك ويقولك انا عندي جفاف في العين فانت تبصوله باستغرب لانك مش فاهم تقول له جفاف مين يا باشا ده دموعك نزل امالة الحتة اللي احنا عادين فيها. فده برضو محتاجين نفهمه. ازاي واحد يشتكي من جفاف رغم من جفاف العين رغم انه هو دموعه منهامرة بشكل يعني لا ارادية. طبعا في دراسات اه مهمة جدا بتقول انه اه 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 جفاف العين مرتبط بالصداع النصفي او من الصداع النصفي واحد من اسباب جفاف العين. برضو ده من الحاجات المهمة. برضو اه مهمة جدا انه الناس اللازم تاخد بالها من غسول او غسيل الجفون. ثقافة استخدام الاطارات المرتبة للعين. ما فيه اطارات مرتبة. واحد يش يقول لي اي احط اطرة في عين يترطبها. لا مش كل اطرة طبعا تنفع. انه فيه اطارات المرتبة دي هي الاطارات الوحيدة اللي ممكن تستخدمها من غير رشتة. ممكن تروح تجيب اطرات مرتبة تحطها. بس برضو هسأل ضيفي العزيز نهاردة هل ممكن اروح اجيب اطرة مرتبة للعين من غير رشتة يعني ده والد ولا ده تصرف غير صحيح. وطبعا ما هيك عن آآ ثقافة استخدام الاطرة نفسها. ده ده شيء مهم لازم نتعلمه. نهاردة حلقة مهمة جدا لانها في واحدة من اشهر الحالات المرضية الموجودة في مصر مع ضيفي واحد من اشهر طبعا اكيد الاسماء الجراحية المتعلقة بعالم جراحات العيون وعالم العيون وعموما ضيفي العزيز الاساس دكتور رحمد عسان. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. وحيشني والله. الله يخليك. عايز ابدأ بس الاول معاك. العطارات اللي هي اللوبريكانت اللي هي دي. دي ممكن روح اجيبها برشتة. اه. عادي. اه ممكن. دي. انا اخدتها منك والله فاكرها كويس. بتقولت ممكن. اه مش في مصر بس دي على مستوى العالم ممكن يخش دي الحاجات القليلة قوي دي ممكن اه يخش السردولية وتبقى عايز اي اطر التلسيل. لها اي فريش ورفريش. بالزبط. الحاجات دي بتبقى حتى بيسميها موجودة على الرافل انت تسحب زي سوبا ماركت بتسحب القطرة وتحط منها. هي المشكلة بس ان القطرة كل القطرة اللي هي تركيب مختلف شوية زغيان القطرة اللي جنبيها. فممكن ما تفيدكش. يعني جفاف العين دلوقتي بقى الموضوع تطور مجرد ان الدموع النفسية قليلة او بتتبخر بسرعة. لا ده تركيب الدموع نفسه بقى مختلف. فعايزين نعرف نعوضه وبقى انهي مركب. اه في اطرات بقى فيها مركبات اه بنسب مختلفة شوية صغيرين عن الاطرات اللي جنبيها. فانت لو حطيت اطرة ترطيب عادية خدت اطرة كده شكلها عجبك العلبة شكلها عجبك. ممكن تفيدك وممكن ما تفيدكش لك مش هتأذي. اه. انا بطمن الناس اه ممكن تاخد اي اطرة ترطيب من الصيدلي يديك اي حاجة عنده. ما تعتردش اخد اي اطرة ترطيب لما تحس بحرقانة وشكشكها دي اطر اي حاجة تقدر اه تستخدمها مؤقتة لو قلت لما تروح لدكتور العيون شوف المشكلة بالزبط زي كانت مرتبطة بجفاف العين. ولا قد يكون مقدمة الاتهابات فيروسية او بكترية في العين. اه. دي اطرة الترطيب خليبلكم بس عشان القطرة اسمها قطرة الترطيب بتاعت العين. بالزبط. اللي هي فريش ريفريش اي فريش الحاجات دي كلها. اللي هي بديل للدموع. البديل للدموع. بالزبط. ما ما علي جفاف العين. جفاف العين اشهر مرض عيون دلوقتي على مستوى العالم وللأسف اكتر مرض مش واخد حقه. اه. واكتر حاجة تقريبا كلنا بنسبة تيمكن مية في المية كلنا بنوعاني من جفاف العين بقى عرب مختلفة. مفيش حد من السادة المشاهدين هيسمع الاعراض يقولك انا محسيتش بيها. مفيش حد فينا محسش في يوم الايام يعني بتبقى حمرة وبتروح وتيجي كل شوية. محسش حرقان قدام شاشة الكمبيوتر من حينة لاخر. او ماسك الموبايل بيحس بزغلالة من حينة لاخر. والتهابات في الجفون بتروح وتيجي كل شوية. في بعض الناس اللي بيشتغلوا بالليل بيسوقوا عربية فترات طويلة زي السوائين اللي هم محترفين. ممكن يجي على اخر الوردية بتاعت ويلاقي الدنيا مشبره قدامه ومش علشان نظره ضعيف. قدم على علشان طبقة الدموع نفسيها حصل الجفاف في العين وبالتالي ما بقى الشاف كويس. فاعراض جفاف في العين بتتروح ما بين حمرار حرقان شكشكة تدميع بالعين من حينة لاخر مع شبورة وزغلالة في الرؤية كلنا بنعاني بالاعراض دي بدرجات متفاوتة وبنسب متفاوت. مفيش حد فينا بيسمع الكلام بيقولك ما حاسدش بحاجة من حاجة دي لا بيحس وساعات ممكن كمان يكون فيه اكلان في العين. فدرجات جفاف في العين موجودة عندنا كلنا بس الدرجات متفاوتة. الاسف كل ما بنسمع كلمة جفاف في العين اخد قطرة ترتيب وخلاص. المريض في بعض الاقوات بيبقى محبط جدا نقولك ما انا استخدمت قطرات ترتيب ومش مستريح. ما انا خدت قطرات ترتيب كتير ومش مستريح. نقول له معلش هتعيش بها حياتة كلها اوكي ماشي بس انا مش عارف هستخدم القطرة وامتى وقفها يعني انا هعود احط القطرة كل ساعة نقول له اه احطها كل ساعة. تبقى لك تبقى ايش ازاي. يعني مش معقولة ماشي بالقطرة كل ساعة حطها في عينيه. علشان اعرف ابقى اركز في شغلي او في في عملي. بيبقى حاجة مزعجة وبتشدد التفكير والانتباه ومحبطة جدا جدا. هي مفيش تأثير سلبي على مدى البعيد للعين يعني مش هتأثر على حاجة في النظر او في الشبكية. يعني حالات نادرة او ممكن تعمل قرح في القرنية وتؤدي لمشاكل لكن دي حالات نادرة اوي لكن هي مزعجة. زي الحاسسية بتاعة العين يعني عندك اكلان في العين طولي النهار حاسب اكلان وعايز تهرق تهرش اديك في عينيك. مزعج جدا. في احساس الحرقان والشكشكر هو اعراض الجفاف مزعج. والتطور ده وقت اللي حصل ان بقى انا نعرف ان الجفاف ده ليه انواع كتير. وبقى انا نعرف نشخصه احسن ونعرف المشكلة فين ونعرف نعليجها ازاي. اه افهم الكلام دوت. انه الجفاف مرض في حد ذاته. ولا ممكن برضو افكر ان يكون عرض وراه قصة تانية او مرض تانية. هو دايرة مفرغة. هو مرض في حد ذاته وعرض. يعني هو ممكن يكون فيه التهابات في العين في عنسجة العين. وبحصة بتكون ساعات التهابات منعية بتعمل الجفاف. والجفاف في حد ذاته بيعمل التهابات في العين والالتهابات في العين بتعمل جفاف. هي دايرة مفرغة. فالجفاف في حد ذاته ممكن اعتبره كمرض. ممكن اعتبره كعرض. والاتنين بيوصلوا البعض. المرض بيقدي الى العرض والعرض يرجع تاني يسمى على المرض. فدايما واشهر العرض طبعا الاعراض هو الحمرار في العين. مش مجرد ان العين تبقى حمر بس ومحرجة لأي شخص. بيبقى كمان اه اه معها اه حرقان وشكة بالعين ودي بتخليك مش مش مبسوط. اه. خلي بالكم الناس كتير اول ما بتبص لقي واحد عينه حمره بيعتقدوا انه شارب مخدرات. اه محرجة. محرجة بالناس كتير جدا والذات في اه لما يكون عندك مناسبة اجتماعية فرح او مناسبة زي كده. هو تقولك طب انا انا عنها حمره. اه. مش عارف عامل ايه يعني. وطبعا. اه. طبعا. اه بنت بالذات. اه. طبعا بيزود في الموضوع ده ان بتاعنا او الاسلوب المعيش بتاعنا اختلف تماما عن السينية اللي فاتت. احنا كلنا بنخلص شغل معظم من الوقت بقى ينشتغل على شاشات الكمبيوتر. شاشات الكمبيوتر من اشهر العوامل اللي بتاعمل الجفاف في العين. مش معنى كده ما نعودش قدام شاشة الكمبيوتر. لو ما فيش حد هيمنع. يعني يقولك ما عودش خلاص بقى لأ هترجع للكتاب والورقة والقلم. لأ طبعا. لكن احنا دايما المخرمة بنتبه لشاشة الكمبيوتر. بيحاول يفسر اللي هي النقطة الصغيرة دي اللي هي بتشكل الحرف او الشكل بياخد منه مجهول. فيه نوع من انواع البروسيسنج. فيه من نوع انواع التفاعل ما بين العين وما بين المخ. بيخليك قاعد مبرق على شاشة فترة طويلة. وده بيخلي طبقة الدموع تتبخر بسرعة. تخلص شغلك على الكمبيوتر تأخر النهار لانيك حمرة. زي الكبدة زي ما بيقوله كده هو. ده بسبب الجفاف لعين. في حاجة تانية عايز اننبه عليها ان احنا بنخلص الكمبيوتر من هنا هوت. بنرجع نمسك الايباد او الموبايل نوع نلعب شوية على الفيسبوك والواتس ايب ونشوف المسيجر. نخلص كده هوت نخش على اليوتيوب من الموبايل هو اسوأ كمان من الكمبيوتر. اخلص قبل ما انام ما اتفرج على التلفزيون شوية صغيرين. انام الساعة ثلاثة اربعة على الفجر قاعد طول الوقت ده مفتح حناية. طبقة الدموع تتبخر. قاعد كمان في تكيف والهواء اللي جاي متى كيف ده هوى جاف بيساعد على تبخر الدموع. ما بشربش ميا كفاية. فيه ادوية بتساعد على حدوث جفاف في الاين. ادوية الحساسية بالمناسبة بتاعة بتساعد على حدوث جفاف في الاين. عدسات لصقة سواء عدسات لصقة طبية او عدسات لصقة للالوان بتساعد على حدوث جفاف في الاين. كل الحاجات اللي بنعملها في حياتنا الطبيعية او الحياتنا اليومية العادية بتؤدي الى طريق واحد هو جفاف في الاين. الانواع طبقة الدموع دلوقتي عبارة عن تلت طبقات طبقة من الميوسين أو المخاط وطبقة المية اللي هي بتغزي القرانية بتاعة الأين وطبقة تانية عشان تحافظ على الدموع أو المية دي ما تتبخرش بسرعة بنسميها طبقة زيتية زي ما موجود في الرسم اللي قدامنا فعندنا تلت طبقات تلت طبقات دولي لازم يكونوا موجودين طبقة منهم مش موجودة هيؤدي لحتوز جفاف الأين لو طبقة المخاط مش موجودة الدموع دي مش هتبقى مفروضة على سطح القرانية لو طبقة المية مش موجودة اللي هي طبقة الأساسية بتاعة الدموع ده ما فيش دموع ما فيش غزل القرانية هتؤدي إلى تلايف أو تلف في الخلايا السطحية بتاعة القرانية ممكن تؤدي إلى قرح لو انت عايز تحافظ على سائل وعايز تخليه ما يتبخرش بسرعة حط عليه زيت فهنا ربنا سبحانه وتعالى حطي لك طبقة زيتية على الدموع عشان تحافظ على الدموع ما تتبخرش بسرعة لو الطبقة الزيتية دي مش موجودة بالتالي الدموع هتتبخر بسرعة وهيجي لك برضو أعراض جفاف الآية العلاقة الوسيقة ما بين العدسات وجفاف الآية العدسات زي ما مكون انت جاي عندك طبق عندك انت الأكل بتاعك هو على قدك انت بالزبط فانت جيب تضيف معاك بيأكل من نفس الطبق بتاعك انت ما زودتش المقدار للطعام أو الأكل انت بتاكل عندك إزازة مية هتشربها النهاردة راح تجايب واحد تاني زميلك هيشرب معاك من إزازة المية دي فبالتالي انت هتشرب نص الكمية بتاعتك مش النهاردة بس طول ما انت بتستخدم العدسات الرسقة بتشارك العين في الغيزة بتاعها بتشارك العين في المية بتاعتك كل العدسات الرسقة اللينة فيها نسبة محددة من المية ودي دايما تحافظ عشان تحافظ على عيونة العدسة هتاخد مية منين هتاخد مية من الدموع بتاعت العين نفسية عشان تخلي العدسة دايما لينة جوه العين وما تضايقكش فبالتالي هتؤدي الى جفاف الاين انا مش معنى كده بقول ما تلبسوش عدسات لاصقة لا ممكن نلبس عدسات لاصقة بس نعالج جفاف الاين او نستخدم هنا قطارات مرتبة مع العدسات اللاصقة اتنين عينين جايين الاتنين بيشتكوا من الان حمراء واحد عنده حساسية والتاني عنده جفاف وهم شبه بعض هنفرق بينهم ازاي الفرق بينهم كان الاول بنقول والله الاعراض انت بتشتكي من ايه بيشتكي من اكلان اكتر ولا الحرقان اكتر يقولك اكلان اكتر بيقول ده عندك حساسية لو حرقان اكتر بيقولك لا ده انت عندك جفاف في العين الموضوع فيه تشابك فالتطور اللي حصل دهوقتي بقى عندنا اجهزة بتقيس طبقة الدموع في العين ومش طبقة الدموع بس بتقول كمان انت عندك جفاف وبتقولك الجفاف ده سببه ايه ان الطبقة الفلانية دي هي اللي فيها المشكلة سواء طبقة المخاط او طبقة المية او طبقة زيتية اللي موجودة على سطح الدموع الدموع من أهم السوايل الموجودة في جسمنا أولاً دي مسؤولة عن حدة الإبصار إن الشعاع لما بيجي يقابل العين مش هيقابل القرانية هيقابل طبقة الدموع لعلقة القرانية لو طبقة الدموع دي مش سليمة إنت هتشوف الدنيا مزغللة وعشان كده من ضمن أعراض جفاف العين شبورة الحاجة التانية ده الغيزة الأساسي بتاع القرانية اللي هو أول خط مناعي بيقابل الميكروبات كمان الدموع فيها مش مجرد غزة ليه القرانية بروتينات أو أملاح أو مية لا ده كمان فيها خلايا أو فيها مضادات حيوية مضادات حيوية عشان تبرده تدافع عن سطح العين من المؤثرات الخارجية أو من الميكروبات فبالتالي الشكوى نفسيها ما بقيتش مجرد حرقان ولا شكشاكا ما بقناش نعرف نفسر قوي من مجرد الشكوى بتاعت المريض لازم يتبعها فخصات علشان نقدر نحدد هل فعلاً فيه جفاف في العين ولا لأ وإيه هو نوع جفاف العين مش مجرد أنا بقول أنت عندك جفاف ونقطة على السطر لأعرف نوع جفاف العين عشان كل نوع هيبقى ليه طريقة معينة فيه العلاج بتاعها بعض الناس تستخف بجفاف العين ومتعرفروش أو تتعتقد إنه حالة بلا مضاعفات هل هو حالة بلا مضاعفات؟ نقدر نقول الكلام ده آه ممكن مالوش مضاعفات بمعنى مضاعفات يعني حالات ندرة قوي ممكن يحصل يحصل قرحة في القرانية لكن مش عايزين نرعب السادة المشاهدين لا مش نادرة جداً لكن هي حاجة مستفزة حاجة مزعجة أنت طول نهار أنك حمراء وبتحرقك والموضوع ده مش مثلاً بيجي موسمي زي الحساسية بتيجي فترة تغيير الفصول مع الربيع وخلاص لا ده بيجي في الصيف وبيجي كمان في الشتاء علشان إحنا كلنا حياتنا الأسلوب المعيشة بتاعنا مختلفة عن زمان فبنصهر كتير بنقود قدام شاشات الكمبيوتر كتير وموبايل كتير فأعراض الجفاف بقت مستمرة سواء في الجو الحر أو في الجو البرد يعني كان دايما نقول للجفاف هيبقى في الصيف أكتر والشتاء قال بس إحنا طول النهار في تكييف سواء صيف أو شتاء طول النهار عادي قدام الكمبيوتر صيف أو شتاء طول النهار بنلعب على الموبايل صيف أو شتاء فبالتالي أعراض الجفاف بقت موجودة على مدار السنة كلها هو السن فصول دخل الطبعة ضحة يعني إحنا دلوقتي ما هناش عارفين إحنا في صفة أنا مش عارف صعب تبقى عايز تشتي الصبح عادي الدنيا حار بتنزل خلاص ودرب النادي لقليك ألابس نص كمة من إيه فماتش بالزبط كده هو يعني يعني طيب لو إحنا عررنا شوية من التشخيص تشخيص هل تشخيص إن دي حالة الجفاف مش حسية ولا تشخيص للدرجة ولا تشخيص للنوع لا تشخيص للنوع وتشخيص للدرجة يعني دلوقتي عندنا ممكن حتى نبين في على الشاشة كمان شوية نبين إزاي إن إحنا عندنا أجهزة جديدة كتيرة جدا دلوقتي بتشخص ده تقرير مثلا حتى بيطلع بيقولك إنت فأني مرحلة بيديك حتى زي إشارات المرور أخضر وأصفر وأحمر لو المؤشر بتاعك في الأخضر فإنت في السليم لو إنت ناحية الأصفر فإنت خلي بالك إنت عندك مشكلة ومحتاج علاج لأو الأحمر يبقى المشكلة بقت أكثر عنفا ومحتاج تدخل سريع علشان كده ممكن يأثر على سلامة القرانية بتاعتك ده مثال التقارير ممكن تظهر دلوقتي الكلام ده ما كانش موجود من كم سنة كنا بيقول أنت عندك جفاف وخلاص تشخيص كلينيكي بحت لك دلوقتي بقى إيدي عندنا أجهزة بتطلع علينا أرقام الأجهزة دي بالمناسبة أنا بحب أطمن أستاذ المشاهدين إن هي مفيش حاجة هتخش في العين مفيش حاجة هتلمس العين دي كلها عبارة عن كاميرات بتصور بتصور سطح العين وبتقول لنا طبقة الدموع دي أخبارها ايه وبتقيس بالزبط طبقة الدموع وتقول لنا درجة الكفاف ايه وجاي بسبب ايه ايه معدل بربشة معدل بربشة انت المفروض انت تغمض وتفتح حينيك زي ما موجود هنا في الشاشة هنا هوت على الفيلم كذا مرة في الديئة ممكن نقول 18 مرة ده المعدل المتوسط لكن احنا بعض الناس بينسوا يعملوا الحركة دي هو ده مهم جدا عشان بيساعد على طبقة الدموع ان هي تتوزع بشكل تلقائي او بشكل متساوي على سطح القرانية وبالتالي اعراض الجفاف تبقى قليلة لكن لما انت تبقى تنسى الموضوع ده او تمتبه على شاشة الكمبيوتر وما تاخدش بالك ان انت تعمل تغمض وتفتح حينيك كل شوية فبيحصل الجفاف في العين ان ده بيخلي الدموع تتبخر بسرعة فمعدل البرباشة اللي هو بلينكينج ده مهم جدا عشان كده دايما بننصح السادة المشاهدين او اي حد عنده جفاف اللين يقوله ما تنساش تبقى تغمض وتفتح عينك الحاجة التانية الجهاز دلوقتي بيقيس كمان انت مش مجرد معدل البرباشة بس بيقيس كمان انت بتغمض عينك فعلا من 100% ولا لا ان في ناس بيغمضوا عينيهم مثلا نصف تغميضة ويبقى لسه فيه جزء من العين مكشوف فبالتالي البرباشة او التغميضة بتاع تلاقيين ما قدتش الوظيفة بتاعتها ان هي تفرط طبقة الدموع بشكل متساوي على السطح القراني فهنا كمان بينا مش مجرد انت بتغمض كم مرة في الدقيقة لا انت كمان هللت المرة الواحدة دي مظبوطة فعلا مية في المية ولا انت بتكارويت وما بتغمضش عينيه كويس ده بقى بنقيسه دلوقتي بنعرف بالزبط كمان انا بقى بربش كتير ده كويس ده كويس اه بتفكر ان ده مش حلم لا ده كويس بالعكس تغمضوا تفتح عنيك ده كتير وبنقول دايما الناس بتنسوش تغمضوا تفتح عنيك وبالزات اللي بيعودوا على الكمبيوتر فترات طويلة بيقولها زمانك لسمها غمط يا وردة فتح يا وردة جعل ازاي نقيس الطبقة الزيتية بتاعت النمو صعب جدا كان قياسها قبل كده هوت لكن دلوقتي عندنا طبقة الزيت دي بقى تتشاف حاجة معقدة شوية بيشوف لك الطبقة نفسية على سطح الدموع بتبقى ليها الوان زي ما انت جبت نقطة زيت بيبقى ليها الوان لزي الوان الطيف موجودة على المية دلوقتي الجهاز بيعرفي اس هي بيقولك الطبقة دي سمكها قد ايه وهل هو في الرينج الطبيعي في المستوى الطبيعي ولا لا هنا بالزبط ده في هذه اللحظة بالزبط احنا بنقيس مقدار سمك الطبقة الزيتية على سطح العين بالعين المجردة صعب الكلام ده قوي نعمله لكن الاجهزة دلوقتي بعدها عندنا اجهزة دقيقة جدا بتشوف الطبقة دي وبتسهلك بالمايكرون اللي هو بالجزء من الالف من الميلي وتقولك اذا كان فعلا انت عندك مشكلة في الطبقة الزيتية ولا لا الطبقة الزيتية دي بتفرز من خلايا دهنية موودة في الجفت والخلايا الدهنية دي صحة الخلايا مهمة جدا لو الخلايا الدهنية دي حصل لها حاجة هتقلل افراز الزيوت اللي موودة على السطح العين وتعملها جفاف في العين في حندنا حاجة تانية اسمها القناة او الخلايا الدمعية الخلايا الدمعية دي لو ما بتفرزش الدموع والمية بتاعت الدموع بتؤدي برضو الى حدوث جفاف الى عين فعندنا انواع كتير وعندنا موضوع بقى معقد ما بقاش بقى علم في حد ذاته ما بقاش زي الاول جفاف في العين ولا لا عشان كده حتى سموه دلوقتي حاليا أو أمراض سطح العين مش مجرد جفاف لا ده بيؤدي الى مشاكل تانية محتاجة طبعا تدخل تدخل ما بقاش عبارة عن أطرات مرطبة بس بقى نعمل جلسات لتنظيف الجفون من الدهون الزيادة عشان دي بتعمل اتابات متكررة في العين ممكن نعمل حاجات سيدادات للقناة الدمعية نحافظ على الدموع فاتر أطول نحاول نعوض المركب لنقص في الدموع بتاعت العين بحيس ان احنا ندي فرصة اكتر ان عراض الجفاف دي تقل الهدف بتاعنا ان احنا مش هنلغي الجفاف مية في المية مفيش حد يقدر يقول انا عالكت الجفاف بنسبة مية في المية وخلاص خد الدول فلاني وانت او الاطرات فلانية وانت جده خلصت لا لازم نبقى فاهمين ان الجفاف دي عامل زي الضغط والسكر انت هتمشي على علاج طول حياتك بس مش هايزينك بدأ ما تستخدم الاطرات كل ساعة يوميا ممكن تستخدمها مرتين ثلاثة في اليوم اربع مرات في اليوم تزيد او تقل على حسب انت سهرت ولا لا تزيد او تقل على حسب انت تعرضت الحرارة زي حرارة البوداجاز او في الصيف ولا لا بس انت عايش حياة لطيفة لكن انا اديك دا وقولك يمشي عليه مدة شهر وانت كده اتعالقت من الجفاف الكلام دا مش فيحصل عشان برضو الناس ما تتوقعش ان احنا وصلنا مرحلة نعالج الجفاف نهائيا لا الجفاف حتى هذه اللحظة انا بشبهها بسكر او الضغط بازم بتاخد العلاج ثم انت بتاخد العلاج بتسيطر على العراض الجفاف اول مرة بنفسه ما بتاخدش العلاج هتظهر لك الاعراض ديتان الخلايا زيتين ايه الهي مبومينجلاند الخلايا الموجودة انا بكلب عسلتين عارف بقى لكن او خلايا موجودة في الجفون في الاربع الجفون عندنا خلايا موجودة بتبقى ماشية زي عوادك كابريت متوازية مع بعضيها ممكن اعتقد فيه صورة ممكن تظهر دلوقتي اهي هنا هو دي متصورة هنا هوة الخلايا زيتين مفروض الطبيعي تكون زي عوادك كابريت جنب بعضيها لما تكون متلخبطة بالمنظر ده مفيش خلايا جنب بعضيها لون اللابيت ده مش الخطوط دي مش جنب بعضيها بالزبط بتعرف ان انت عندك مشكلة في الخلايا الزيتية وساعات كمان بتبقى فيه ضمور فيها وبالتالي الافراز الدهون او افراز الطبقة الزيتية بيبقى قليل جدا وبيأثر على كفاءة الدموع وبيأثر على جودة دموع اللي موجودة على سطح خلايا السؤال بقى المهم هل فيه درجات لجفاء في الاربعين اكيد ده 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 د فيه اجهزة بتقسي دلوقتي حالين اه طبعا بتقسي وتقولك مشكلة فين بالزبط عشان يبقى سهل في العلاج بتاع كنا الاول بنعمل زي يعني ده مانظر الخلايا هنا هوت ده الخلايا الزيتية او الدهنية هنا مش مظبوطة قوي المفروض تكون متوازية مع بعضيها هنا متلخبطة شوية صغيرين عشان كده المؤشر لو خدنا بالنا المؤشر ساب اللحضر ودخل على الاصفر ده معناها فيه عندنا مشكلة هنا هوت الخلايا دي بدارش نعوضها لكن بنحاول نعوض الافراز بتاع هي الطبقة الزيتية دي بنحاول نعوضها باستخدام اطراط معينة عشان تقلل تبخر سرعة تبخر الدموع من الان دايما الفرق من عيون الشباب وعيون الناس الكبار السن بتكمل فيه جعلها تحمر بترجع اكبر واحساس الجفاف بيكون اعلى في كبار السن لما بيحبوا يعملوا يعني واحد كبر ويجيبوه هو صغير وهو كبير زي مثلا نجريم مايل بتاع طوم هانكس وهو صغير عين تمام كبر في السن عين بين انها عين عجوزة محمرة بتدمح علشان فعلا درجة الجفاف بتزيد مع السن برضو مع لخبطة الهلمونات خاصة في السيدات بعد سن اليأس ممكن يحصل برضو جفاف في العين بيبقى اكتر عرضة في السيدات اكتر منها في الرجالة الكلام ده مظبوط 100% معدش اذا الجفاف قاصر على كبار السن عالشباب كمان ده بتشوفه كتير جدا في الشباب بسبب الاسلوب المعيشي المطلخبط احنا كنا زي امان متعاودين ان التلفزيون الساعة تسعة بيتقافل بالليل ويتنام على طول دلوقتي مافيش طفل صغير الا مايش شكي بيقافل الساعة تناشر بيقافل الساعة تناشر بيقافل حداشر او تناشر لا احنا كنا بيتطفل التلفزيون والنام اه اه لأ اه في النتراسة ايام الدراسة الناشر تسعة ناشر تسعة تسعة وتتنام اه اه توقل على الله دلوقتي مفيش حد بيجيلك مفيش ابا وام بيجيلك ابنه اه اللي يقولك اه عينيه حمرة و اه و مش عارف اعمل ايه هو عنده ايه نقول له انت بتقعد على الكمبيوتر او موبايل قال ليه يقولك ما بيسبش الموبايل ده بيقعد كمان منخش عليه القضاء بالليل ليه ماسك الموبايل هو نايم في السيروها ما لا قاعد عليه طب ما انت ما عايز ايه طب ما لازم يبقى عنده الجفاف وتبقى عنده حمرة تانيوم الصبح فطبعا بنشوفها في الاطفال مش في الشباب بس بنشوفها في الاطفال في جفاف في اليوم و ده كان حاجة كانت ندرة جدا من زمان نورتني وشرفتني واسعدتني كالعادة الله يخليك نصيحتي للشباب ما تستخدموش كمبيوترات ولابتوبات وعيبادات وموبايلات كتير مفتكر حدا يسمع عادش ولا انا ولا انا هول بوبايل اهول مين حد بعتلي على الواتساب في الجروبات جروبات خمسمين جيوب انا فيهم نورتني الله يخليه دفعه خليكو دايما مع ناس الحلو